طيب شو كان السبب؟ أنا ما فكرت ولا مرة أني رح إجي لهون لأنه إذا فكرت بالهند في بقر بالطرقات وهيدا جنون عن جاد كتير جنون وكمان ما في إلا إشها مجنونة بتصير وكنت أقول آلاء منا على ليحتي أبداً كان في براسة مطار حتيرة كنت عم خطت روح على اليونان وبتعرف الجزر أو إشيات تانية كتيرة وبعدنا سنة 2008 أو هيك شي ممكن ببداية 2007 باليونان اشتغلت بإعلان للمجوهرات نعرض بالهند ووجه نشايف وبعدين سنة 2009 إعلان مهم كتير أن أعمل وأنا كنت بسنغافورة ووصلت لرسالة غريبة عبر البريد سنة 2010 هاي شو رأيك تجي كرمال تجربة لدور بفيلم وأنا قلت إيه حلو بس مين أنت؟ طيب ومي كان وكنت مساعدة المخرج الأول بفيلم روكستار لأنا قلت حابين أنك تجي نحنا بمومباي عم نفتش على ممثلة لهالدور بنت وفكرت مومباي بالأول أنا عايشة بكوبنهاجن وتاني شي أنا أمريكية وتالت شغلة ماني ممثلة ورابع شغلة ما بعرف لغتكن ولا أي شي لهيك ما بعرف شو جايوا بيك وجوابوني آف تكرنا أنك هندية عايشة بالهند وبتشتغلي هون قلت بعتذر لا بعد شي يومين بتوصلني رسالة آه المخرج رايحة أوروبا بتقدر تلتقي فيه وكان شي غريب لأنه كان رايحة بلد أمي يعني كاني صدفة أنه رايحة براج وكانت شغلة غريبة فحكيت مع صديقي هوي اللي عمل بحث صغير عنه عن هيدا الشخص تنتأكد أنه منه شي واحد وكان مخرج حقيقة ايه ما كان شي إنسان مجنون وقال لي أنه روحي كلها ساعة بالطيارة وإذا كان غريب طلبتي لها بطاوب تهربة ايه بهالسهولة هاي ورحت لهونيك والتقيت بامتياز وكان شخص مصير للاهتمام فعلا عنده طاقة حلوة كتير وأمين والقصة كانت رائعة آه وسألني إذا كان على بالي روح على الهند وجرب قدرت تبني علاقة متينة مع امتياز وكمان مع رنبير اللي مسل معك بفيلم روكستار ايه بفتكر إنه هالشي صار بس الهيئة الكل بيبنوا علاقات متينة مع بعض ولما الفيلم بيخلص بيخطفوا فهيدا كان الواقع القاسي وهيدا الشي صار معك ايه لهيك ما بيحكي مع حدا قصد انت بتفتكر إنه حدا نجيبك عمطرح جديد انت جديد بهالماكان مفترض يعني بتعرف يتصلوا فيك مرحبا كيفيك انت منيحة بعدك عيشة بس لا وهيدا الواقع كان كتير قاسي بس بعدين تتعلم تتعلم الشيء كتير العلاقة بكون الفيلم منجح قد ما كان متوقع انه ينجح او هيدا كان رأيك بس فسريلي اكتر الغلط مش مني ايه صحيح مش منيك بس هل برأيك انه لو مش منيح الفيلم يمكن كانت العلاقة احسن يعني هيدا الشي معيب لانه اذا الناس بيوقفوا عند هيدا الشي انا ما بسمح لحدا يكون بحياتي اذا هالشي رح يقرر كيف رح يكون مصير صدقتنا لان بتكون مزيفة ما هيك فما بتستحق اني حافز علي انا بفضل احكي مع حياته من انه يكون عندي صدقة مع هيك ناس اشتركوا في القناة